ترجمة نانسي قنقر عن حلون كل هذه المدن والبلدات الإسرائيلية التي كانت تحت وابل رشقتين صاروخيتين يعني كل اللي في رأيناه عبارة عن رشقتين ولكن كل رشقة كان هناك العشرات من الصواريخ في الرشقة الواحدة والتي هي عمليا وصلت إلى أكثر من ثمانين كيلو مترا كان هناك صور سوف نرسلها اتباعا وهي صور للصواريخ وهي تطير فوق مطار اللد يعني كمية الصواريخ التي تطير فوق وتحلق فوق المطار هي كانت كبيرة جدا طبعا الطائرات كلها الآن توقفت عن التحليق في مطار اللد وتم تعليق الطيران حتى إشعار آخر الجانب الإسرائيلي الذي الآن يلملم كل هذه الإصابات والأضرار ويقوم بتقييمها القيادة الداخلية للجيش الإسرائيلي طالبت من الإسرائيليين في كل منطقة تل أبيب وقوجدان وهي كل تلك المنطقة التي تحدثنا عنها بالبقاء في الأماكن الآمنة في الغرف المحصنة قرب الملاجئ أن لا يكون هناك تجمعات وبطبيعة الحال إسرائيليا هذا لن يمر مرور الكرام الجيش الإسرائيلي سوف يرد خلال الساعات القادمة بضربات قاسية جدا ولكن اللافت هو قوة الردع للفلسطينيين بمعنى آخر بأن الفلسطينيين هددوا بأنه ما يحدث في المجلس الأقصى سوف يتم الردع عليه بإطلق صوريخ على القدس وقد فعلوا ذلك وبعد ذلك عندما كان هناك تدمير للبرج في قطاع غزة الجانب الفلسطيني هدد بضرب تل أبيب وقد فعل ذلك هذا الذي هو مؤلم جدا للقيادة العسكرية الإسرائيلية التي باتت تسمع بأنها سوف يتم تعرض منطقة معينة وليس الحديث بالعموميات يعني ليس أننا سوف نضرب إسرائيل ولكن يتحدثون عن مناطق محددة القبة الحديدية بلا شك استطاعت إسقاط عدد من هذه الصوريخ ولكن التكتيك الذي تم استخدامه حازمه لافت للانتباه وهو مجموعة كبيرة من الصوريخ في ذات الوقت والسبب هو أن القبة الحديدية لا تستطيع أن تسقط كل هذا العدد الكبير من هذه الصوريخ الفلسطينية التي جزء منها وصل إلى وسط مدينة تل أبيب رأينا الحافلة التي حرقت في حلون رأينا بعض المنازل وبعض المباني التي تعرضت لإصابات هناك أربع إصابات حرجة تم نقلها إلى المستشفية الإسرائيلية بن يمين نتنياهو وأفيف كخافي قائد الجيش الإسرائيلي بني جانس وزير الجيش الإسرائيلي قائد الشباك الإسرائيلي ندافت كلهم عمليا الآن يبحثون عن الحل والحل هو أن يكون هناك رد قاسي قوي وحاسم لأن عمليا إذا لم يتم الرد على ما حدف الليلة في تل أبيب هذا سوف يؤدي إلى ضعضعة القوة الردع الإسرائيلية التي أصلا هي خلال الفترة الماضية حسب ما يقولون في إسرائيل بأنها تعرضت إلى ضربات قوية لا أحد في إسرائيل لا أحد في إسرائيل الآن يتحدث سياسيا يعني حتى أعضاء من الكنيسة في المعارضة الجميع الصامت كما تعلم في هذه اللحظات الصعبة لا ينتقدون القيادة السياسية إسرائيل الآن في حالة حرب والذي سمعناها الآن بكل وضوح الإعلام الإسرائيلي العساسي بفعل بات يقول حماس أعلنت الحرب على إسرائيل وهذا مصطلح لربما كبير جدا ولكن تبعاته لربما سوف تكون أكبر مما نراه الآن في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر